اشتركوا في القناة وكثفة للبرامج السكنية العمومية تم يوم الأربعاء وعشرين فيفري الفين وعشرين إجراء زيارة ميدانية من طرف كل من السيدة والسادة رئيس دائرة وقنون رئيس المجلس الشعب البلدي لكل من بلدية ستيميزار وأيت عيسى ميمون مدير السكن مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء مدير تجهيزات العمومية مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ملحقة بديوان السيد الوالي وموثلين عن كل من مديرية الموارد المائية مديرية الطاقة ديوان الترقي وتسيير العقاري وكالة عدل مصالح سونرغاز ومصالح اتصالات الجزائر والجزائرية للمياه مكاتب دراسات والمقاولات المكلفة بالإنجاز إلى كل من المشاريع التالية مئتين من مئة وربعة عمومي إيجاري بتمدى بلدية وقنون 639 سكن بيع بالإيجار بتمدى بلدية وقنون 60 زائت 200 سكن عمومي إيجاري ببلدية تميزار 214 سكن ترقى ومدعم ببلدية تميزار و50 سكن عمومي إيجاري ببلدية ايت عيسى ميمون 290 زائت 350 سكن عمومي إيجاري عمومي بأقوني وشرقي ببلدية اغريب دائرة أزفون 92 زائت 160 سكن بيع بالإيجار بأقوني وشرقي بلدية اغريب 38 سكن عمومي سكن ترقى ويألبيا مدعم بالصيغة الجديدة بنفس الموقع أين تم معينة مدى تقدم الأشغال وكذا أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات وخاصة الكهرباء والغاز وفي هذا الشأن تم الاتفاق على جملة من الترتيبات تخص كل من الفاعلين في قطاع السكن بالتنسيق الدائم بينهم كما تم إعطاء تعليمات كل مؤسسات الإنجاز بمضاعفة المجهوزات لتحسين وطير الإنجاز والانتفاق من السكنات في أجالها المحددة ما تنساوش ديروا لايك بارتجوا الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد عن أخبار السكن مختلف السيغ وفي كل ولايات الوطن هذا دعما لنا لإفادتكم بكل المستجدات انتظرونا بأخبار جديدة عن السكن بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر